بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طلبة المرحلة الثانية إن شاء الله اليوم نشرح موضوع اللي هو واحد من مواضيع مادة الكرامر للمرحلة الثانية اليونت الثامن وإن شاء الله هذا رح يكون الفيديو الرابع ليخص هذا اليونت واللي رح نناقش به هو الإضافات التي تضاف في نهاية الكلمة أو الانفليكشنال سافكس طيب ما هي الانفليكشنال سافكس هي الإضافات التي تضاف كلها في نهاية الكلمة ولا تغير فئة الكلام يعني مثلاً إذا تضاف إلى اسم رح تبقي اسم إلى فعل رح يبقى فعل إلى صفة رح تبقى صفة طيب كم عددها؟ عدد هذه الانفلكشنال سافيكس هي تسع إضافات الإضافة الأولى هي الاس بلورال أو اس الجمع التي تضاف إلى المفرد لتحويله إلى جمع وهذا الرمز طبعاً هذه الرموز مهمة كلش خصوصاً بالامتحانات يستخدمونها فاس الجمع هو رمزة التي تضاف مثل ما ذكرت للأسماء حصراً لتحويلها من المفرد إلى الجمع عددنا الإضافة الثانية هي الاس اس التملك للمفرد فهي اسمها singular possessive أوكي يعني هذه اس التملك للمفرد وتضاف للاسم حصراً أوكي للاسم المفرد ويكون هذا الشكلها تكون الفارسة قبل الاس والاس يكون شكلها مفصولة عن الكلمة الإضافة الثالثة هي اس التملك للجمع طبعاً خلي ببالك وهذه ملاحظة مهمة أنه هذا الاس هو عبارة عن اثنين اس اس الجمع واس التملك أوكي فهذه الكلمة هي جمع وهذا الاس اللي بيها هو اس تملك فهذا الاس هو عبارة عن تو اس اللي هو البلساسف والبلورال أوكي ويكون هذا الشكلها تكون بعد الفارسة تكون بعد الاس طيب عندنا الاس الثالث الذي يضاف للأفعال حصراً اللي هو اس الشخص الثالث نسمونا third personal singular يعني اس الشخص الثالث هو يستخدم في زمن المضارع البسيط للأسماء المفردة فقط طيب عندنا ال-ing verbs أفعال ال-ing هي الأفعال التي تستخدم مع الأزمنة المستمرة فهي present participle طيب عندنا ال-ed d-post participle يعني هذه ال-ed التي نستخدمها أو نضيفها للفعل التحويلة إلى زمن الماضي وخلي بالك ملاحظة مهمة أنه إحنا لما نحاول الفعل إلى زمن الماضي فأكو طريقتين هي regular باستخدام ال-d وال-irregular أوكي اللي هو الشاذة طريقة الشاذة فهي محسوبة يعني هذا هو وهم الطريقة الشاذة تندرجط من تحويل الفعل إلى ال-ed فهذا الرمز للجزئين للتحويل القياسي والشاذ طيب عندي ال-ed كذلك نضيفها لتحويل الفعل إلى past participle أوكي ونستخدمها خاصة بالأزمنة التامة مثلا المضارع التام الماضي التام دائما نستخدم زمن كذلك ال-er اللي نضيفها للصفة ال-er اللي نضيفها للصفة في حالة المقارنة أوكي فمثلا عندي كلمة sooner, bolder, near كل هذه كل هذه يعني استخدمنا هنا ال-er لتحويل الصفة إلى مقارنة وبقت صفة يعني هذا هذا واحد من خصائص ال-inflectional أنه فئة الكلام ما تغيرت يعني هنا اي ار هي أصلها صفة وضفنا لها اي ار وبقت صفة هنا الفعل هو فعل أصلا وضفنا لال-ed وبقى فعل الاسم الاس الجمع ضفناها للاسم وبقى اسم أوكي فما غيرت فئة الكلام وعدنا آخر إضافة اللي هي ال-est اللي نضيفها لل-superlative للصفة كذلك وتبقيها صفة يعني هي صفة نضيف لها est وتبقى صفة هذه الإضافات التسعة تسمى inflectional تضاف إلى نهاية الكلمة ما عدا هذه الإضافات تسمى their-versional ما عداها تسمى their-versional طيب الآن نجي على خصائص هذه الصفات شنو خصائص اول شيء النقطة الأولى اول خاصية انه ما يغيرون فئة الكلام يعني لما تضيفها إلى اسم رح يبقى اسم لما تضيفها إلى فعل رح يبقى فعل لما تضيفها إلى صفة رح تبقى صفة يعني مثلا عندي كلمة هي اسم ضفت لها اس الجمع صارت ثنين هم بقوا أسماء عندي كلمة كاف كافت اثنينات هم بقوا أفعال عندي كلمة كالد هي بارد ضفت لها ار صارت أبرد فاثنينات هم بقوا صفات فالخاصية الأولى أنه هذه الإضافات لا تغير فئة الكلام هذه الخاصية الأولى الخاصية الثانية أنه يعني هم دائما هذه الإضافات تكون في نهاية الكلمة لأنهم والسافكس والسافكس هي الإضافات التي تضاف في نهاية الكلمة حصرا مثلا هنا ال-ed مثلا هنا اس الجمع نايل ال-ing كل هذه الإضافات تضاف في نهاية الكلمة وكذلك هذه الإضافات الملاحظة الأخرى أنه تغلق الإضافات يعني لما تضاف هذه الإضافة ما تقدر تضيف بعد إضافة جديدة وراها تغلق الإضافات ما هناك مجال حتى تضيف إضافة وراها فهذه يسمونه close off the word تغلق الكلمة يعني ال-ed ما تقدر تضيف وراها أي إضافة أخرى الملاحظة النقطة الثالثة أن they go with all stems of given parts of the speech معنى هذا الكلام أنه مثلا أي إضافة من هذه الإضافات يعني مثلا عندي S الشخص الثالث تضاف للأفعال فقط ما تضاف للأسماء فأي إضافة إلها parts of speech إلها جزء من أجزاء الكلام إما يعني مثلا لما تضاف مع الأفعال S تضاف للأفعال فقط S الجمع تضاف للأسماء فقط فالستام يكون واحد التي تضاف إليه هذه الإضافة أوكي يعني جذر الكلمة يكون شي واحد يعني إذا S الشخص الثالث فيكون معها أفعال إذا S الجمع يكون معها أسماء إذا E R يكون معها صفات هذا معنى الكلام الخاصية الأخرى أنه They don't pile up Only One And Of the words هنا ذن للإضافات يعني ما يتجمعا بكلمة وحدة يعني لا يجتمعون في كلمة واحدة أستطيع استخدام إضافة واحدة في الكلمة يعني مثلا عندي كلمة هذه الworking الworking هي inflectional ما أقدر أجيب أي inflectional يعني ما أقدر أجيب أي إضافة inflectional وراها حتى استخدمها فالإضافة نقدر نستخدم إضافة واحدة في الكلمة يعني ما يجتمعون في كلمة واحدة بينما الـ their versional رح نأخذها ممكن أن تأتي their versional أكثر من إضافة their versional بكلمة واحدة طيب إحنا ذكرت أنه ذن الإضافات يعني ما يجتمعون بكلمة واحدة إضافة واحدة فقط في الكلمة هنا عندي ملاحظة مهمة أنه اس الجمع هذه هنا ستثنا انه اس التملك للجمع للأسماء الجمع هي عبارة عن plural يعني هذه الاس نسميها plural اس جمع واس possessive للملكية فهذه exception عن هذه القاعدة إحنا مو قلنا هنا أنه الكلمات ما تتجمع أو هذه الإضافات ما تجتمع بكلمة واحدة ما عدا هذه لأن ذنني إضافتين يعتبر inflectional فالستودنس هذه الكلمة هذه الاس هو عبارة عن تو اس مثل ما ذكرت مسبقا هو اس possessive واس plural فهذا يكون استثناء طيب لدينا تمرين هنا يخص هذا الموضوع اللي هو المطلوب منك بهذا التمرين عندك جملة هذه الجملة فيها كلمة تحتوي على إضافة مكتوبة بخط مائل المطلوب من عندك تطلع هذه الإضافة وتنطي رمزها واسمها شنو الرمز وشنو الاسم الرمز رموز الإضافات هي هذه يعني مثلا اس الجمع إذا لقيت في الكلمة اس الجمع فتكتب اس بلوريل هذا الرمز اسمها ناون بلوريل إذا لقيت اس التملك للمفرد تكتب اس singular possessive هذا الاسم مات فالرمز هو هذي الرموز اللي قلت لكم مهمة كلش وتستخدم كثيرا في الامتحانات وهذا اسم الرمز فبهذا التمرين تطلع الإضافة وبعدين تكتب اسمها وبعدين تكتب رمزها فمثلا هذه الكلمة بها مكتوبة بخط مائل فأطلع هذا اليد وأقول هذا اليد رمز لها يعني ضفناها حتى تتحول الفعل إلى واكتب أني كلمة هذه الكلمة اللي تحتوي على اس الجمع فأقول هذا الاس الموجود بها هو بلورال ونعون بلورال كلمة الأخرى هناك هناك فعل فهذا اس الشخص الثالث فنقول هذا اس ثيرت بيرسن طيب عندنا كذلك هناك اس اس سينكل بساسف طيب عندنا هذه الكلمة تملك للجمع فقلنا هذا اس بلورال بساسف مثل ما ذكرت اس الجمع للتملك يكون عبارة عن اس سميها طيب وعندي كلمة هي ثيرت بيرسن فهاي ثيرت بيرسن هذا كل ما يتعلق موضوع الانفليكشن السافيس أتمنى إن شاء الله هذه الشرح فاتكم that's all thank you so much and goodbye